إلى ذلك مشاهدين قالت البعثات الدولية الأفغانية بأن حركة طالبان قادت البلاد والشعب إلى طريق مظلم وخطير خلال العامين الماضيين ودعت البعثات الدبلوماسية لإطلاق عملية سياسية وطنية لتشكيل حكومة شرعية جديدة وذلك في الذكرى الثانية لتولي طالبان السلطة كما طالبت البعثات الدبلوماسية المجتمع الدولي للتمسك بموقفه الموحد بعدم الاعتراف بطالبان وعدم التعامل مع الحركة دون قيود أو شروط بعد عامين على عودة حركة طالبان إلى السلطة في أفغانستان عقب حرب استمرت عشرين عاما ضد الولايات المتحدة وحلفائها تغيرت الحياة بشكل دراماتيكي بالنسبة للعديد من الأفغان وخصوصا النساء هناك حيث تعاني البلاد من تصاعد العنف والتفجيرات الإرهابية فضلا طبعا عن اقتصاد منهك وظروف معاشية صعبة وكذلك تضييق الخناق على النساء وحرمانهن من الكثير من الحقوق الأساسية من كابل تنضم إلينا مشاهدين زينب حكيمي الناشطة في حقوق المرأة ومن كابل أيضا محب الله شريف الكاتب الصحافي ضيوفي كانت حركة طالبان تعهدت بمقاومة أي تهديد لما وصفتها طبعا الحركة الاستقلال لأفغانستان وكانت أيضا طالبان سيطرت على الحكم في أفغانستان في الخامس عشر من أغسطس 2021 بعد معارك انهارت فيها القوات الحكومية وزعمت أي طالبان هنا خلال العام الأول من حكمها تحقيق بعض الإنجازات كتراجع أعمال العنف في البلاد إلى حد ما ولكن في العام الثاني من حكم طالبان تزايد العنف توترت الأوضاع بشدة في البلاد وتعددت التفجيرات والتي كان آخرها الأسبوع الماضي كما نعلم كما أيضا تعرضت النساء الأفغانيات لانتهاكات بحقهن كحرمان النساء من التعليم والعمل وغير من الحقوق زينب بعد سنتين من الانتهاكات كيف أصبح وقع المرأة اليوم في أفغانستان كأمرأة أفغانية يعني تعيش الواقع هناك تحياتي لكم ولمشاهدين الكرام ولضيفكم المحترم بالنسبة لقضية المرأة الأفغانية يجب أن أقول أن اليوم طبعا كان ذكرى الثانية لاستيلاء طالبان على السلطة في أفغانستان ونحن كنساء أفغانستان كان المتوقع عندنا كنا ننتظر من هذه الحكومة التي تدعي الشعبية والقبول في الوطن أن يطونا حقوقنا بشكل أن كان عندنا طبعا في العشرين أعوام سابقة كان عندنا بعض من الإنجازات بجانب المشكلات التي كانت موجودة طبعا ولكن كان بعض الإنجازات عندنا مثل انخفاض نسبة الأمية بين النساء وانخفاض نسبة وفيات الأمهات والأطفال وتحسين الوضع الاقتصادي للنساء لأنه كان هناك بعض الحقوق عندنا موجودة مثل حق العمل وحق المشاركة السياسية وحق المشاركة الاجتماعية وحق حرية البيان وحرية الحضور في الحياة العامة ولكن كنا نتوقع من هذه الحكومة بجانب الحفاظ على هذه الحقوق أن كنا نتوقع تحسين الأوضاع لأن المنابع عندهم موجودة السلطة عندهم موجودة اليوم فكنا نتوقع منهم بجانب الحفاظ لهذه الإنجازات تحسين الوضع وإعداد الطريق لمشاركة النساء في تنمية البلد في تطوير البلد في تطوير الأوضاع نحن اليوم نتحدث بأن وضع النساء في أفغانستان هو الأسوأ على المستوى العالمي سيد اليوم لم يتغير شيء بالرغم من كل منادات المجتمع الدولي الانتهاكات والوضع من سيء إلى أسوأ كيف اليوم حركة طالبان مسؤولة عن واقع مذري للنساء هناك كيف ستتعاطى مع هذا الموضوع سيد هل تسمعنا السؤال كان واجها لي نعم هذا الأمر لا يخفى على أحد من الشعب الأفغاني ولا نستطيع أن ننكره أصلا لأن حركة الطالبان سيطرت على جميع أنحاء البلاد وكانت لديها حالات ووضعية مناسبة لكي توفر جميع تلك الحقوق الإنسانية والشرعية والدولية المعترفة عليها دوليا للسيدات والشعب الأفغاني وكذلك هناك لا ننكر بعض تلك المكاسب التي كسبناها خلال فترة حركة طالبان لكن نحن لا نستطيع أن نغمض أعيننا عن تلك الحقوق التي أهملت حتى الآن في حق المرأة الأفغانية التي لها دور طريقي وبارز في تاريخ أفغانستان والشعب الأفغاني وليس فقط في داخل أفغانستان إنما حتى كان خارج أفغانستان لها دور جميل وكذلك مسالم ودور له أمجاد وله مكاسب والشعب الأفغاني يفتخر به لكن لا نستطيع أن ننحصر كل النتيجة بهذا الجانب بل هناك نقاط أخرى كذلك تعد على حركة طالبان إلى جانب تلك النقاط التي تعد لحركة طالبان في هذه الفترة التي فاتت لمدة سنتين كاملتين على مستقبل أفغانستان يعني ردا على هذه النقاط التي تتحدث عنها لصالح حركة طالبان وأنت تتحدث عن هذه الأمور وأيضا بموضوع الانتهاكات النساء الأفغانيات كان لهم رأي مخالف لكل روايات طالبان هم يصرون على أن طالبان تعادي النساء دعنا نستمع إلى أراء بعض هذه النساء ونعود من بعد شعور فضيع وهو نفس الشعور قبل عامين عندما استولوا على البلاد وأجبروا الكثيرين على الفرار لست سعيدة اليوم فطالبان لا يحكمون البلاد لمصلحة الشعب لا أعلم لماذا هم سلبيون تجاه النساء لم أتوقع أن تستولي طالبان على البلاد يوما ما وبعد أن نجحوا زادت قيودهم القمعية على النساء بالنسبة لي فإن يوم النصر لطالبان هو أسوأ يوم لشعب أفغانستان عندما تسمع نساء يعني هذه ليست بالشهادة الجديدة أسوأ يوم في تاريخ نساء أفغانستان هو عودة طالبان إلى الحكم لماذا تصر طالبان على إنكار عدم وجود انتهاكات وتعتبر بأن ما تفعله هناك هو شيء طبيعي يعني للنساء هذا الأمر لا يمكن أن يتصوره أحد من الأفغان وليس الأفغان الذين هم في داخل البلد ليس السيدات أو الأخوات من شعبنا إنما كل شعب نحن نرفع هذا الصوت بكل وضوح وربما العالم يسمعني وصوتي كان واضحا أمام منع التعليم للمرأة منع التعليم العالي للمرأة منع العمل لها نحن طلبنا بكل صراحة أن تضع حركة طالبان وإمارة أفغانستان الإسلامية على الأقل لائحة حقيقية تطبق في حياة المرأة وهي تخرج وتكسب تلك المكاسب التي كانت لديها في التعليم وكذلك في العمل وفي التعليم العالي لا أحد يستطيع أن يقول حتى شخصيات بارزة في حركة طالبان قالوا بكل صراحة نحن لا ننكر تلك الحقوق وهي ثابتة في الشريعة وكذلك لدينا في لا ننكر تلك الحقوق ثابتة بالشريعة ولكن نطبق شيء مختلف تماما على أرض الواقع وبالتالي هذا انفصام على المستوى الديمي وعلى المستوى السياسي زينب برأيك اليوم كيف للمرأة الأفغانية أن تتجاوز ممارسات طالبان وتتغلب عليها كيف يمكن أن تعيش اليوم داخل أفغانستان طبعا النساء أفغانستان مع استلاء طالبان عن القدرة على السلطة في أفغانستان حرمت النساء من أبسط حقوق إنسانية التي ثابتة بالدين والثقافة في العالم كلها حقوقها من التعليم حقها من العمل حقها من الحضور في الجامعة حقها من الحضور في الملاعب الرياضية والحدائق وحتى أخيرا حرمت النساء من العمل في صلاة التجميل يعني فضاء خاص بالنساء عمل خاص بالنساء للنساء خدمة تقدم من النساء للنساء حرمت النساء منها وحرمت من أي حضور سياسي حرمت من أي عمل في إدارات الحكومية وغير الحكومية أين الحقوق التي أعطونا طبعا لم يعطونا حقوق جديدة وحرمونا من حقوق التي كانت موجودة هناك العديد من التقارير عن حالات حتى انتحار يعني الصحة النفسية اليوم العقلية للنساء هناك أيضا هي محل نقاش ومحل علامات استفهم هل هناك أي أرقام عن هذا الموضوع باختصار لو سمحت الأرقام غير موجودة ولكن كل من نحن الموجودين نحن الحاضرين داخل أفغانستان نحن نرى نحن نشاهد الجو الجو الغالب في أفغانستان بين النساء جو فغدان الأمل جو ضغوط نفسية جو فغدان الثقة بالحكومة لأن الحكومة فشلت في تطبيق وممارسة يعني وعودها وتعهداتها قالوا بأن هم سوف يقومون بتحسين الوضع وإعادة تفتيح افتاح المدارس والجامعات ولكنهم مر عامين هذه العام هذين السنتين لم يكن كافيا وصلت الفكرة زينب سيد اليوم اليوم المجتمع الدولي يعتبر بأن ما يحصل هناك هو يرقى إلى مستوى الفصل الجنساني وبالتالي هو شيء يحاكم عليها المجتمع الدولي والقانون الدولي سيد محب باختصار جواب على هذا السؤال لو سمحت نعم أنا لا أعتبر أن هذه التصريحات هي تصريحات غير عملية بتا إنما أراها مهملة منذ البداية منذ التوقيع على اتفاقية دوحة أين كان هذا المجتمع الدولي حتى يعطي صورة عملية حقيقية للمرأة الأفغانية ليست وحدها فقط وإنما للشعب الأفغاني بأكمله لابد أن تكون يعني لم تكن هناك برامج حقيقية قابلة للتنفيذ حتى يتم نقل تلك السلطة من حكومة الجمهورية إلى حكومة طالبا على الأقل بكل وضوح وبمشاركة أفغانية وتحت قواعد ومقررات واضحة للجميع حتى يكون هناك اشتراك للجميع في هذه الحكومة القادمة وكنا نسلوا البلد من الوقوع في هذا المأزق اليوم لو تجرون حركة طالبان إلى المحكمة الدولية ماذا ينفعنا سنتين يمر على شعبنا هو واقع كل نقل السلطات الذي يحصل بهذه الطريقة في دولنا طبعا شكرا لكم ضيفي من كابل محب الله شريف الكاتب الصحافي وأيضا زينب حكيمي النشطة في حقوق المرأة شكرا لكم لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير الإخبارية لا تنسوا الاشتراك في قناتنا على يوتيوب الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات